اهل الكهف اللي نزل فيهم صورة الكهف على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واعتبروا اية من ايات الله كدليل على وجود ربنا وعلى قدرته على احياء الموتى يلا بينا نشوف حكاية اهل الكهف من زمن بعيد جدا كان في قرية ما بتعبودش ربنا وكانوا بيعبودوا الاصنام في وقت وجود الدين المسيحي وكان الملك بتاعها طاغي وبيعزب اي حد ما بيعبودش الاصنام وكان اهل القرية كلهم ماشيين على نظام الحكم ده الا مجموعة صغيرة جدا من الشباب ودول اللي كانوا بيفكروا بعقلهم مش بعقل الملك وكانوا عارفين ان في ربنا وفي دين اللي هو المسيحية وقتها وان الاصنام دي مش اله عشان حد يعبودهم والملك كان بياخد باله ان مجموعة الشباب دول ما بيعبودوش الاصنام وفي يوم في السنة الناس فيه بتقدم هدايا وقرابين للاصنام والملك لاحز عدم وجود الشباب وبعدها امر حراسه انهم يقبودوا عليهم وراح الملك يستجوبهم ويحاول يخليهم يعبودوا الاصنام لكنهم رفضوا فالملك قاعد يعزب فيهم وبعدها سبهم يروحوا على اساس انهم يغيروا فكرهم ويعبودوا الاصنام بعدها بمدة الملك بعت يجيب الشباب عشان يعرفوا ما بقوا بيعبودوا الاصنام ولا لسه بتفكيرهم زي ما هم بس هنا بقى كانت المفاجأة انه بعت الحراس يدوروا عليهم في القرية كلها بس كانوا اختفوا منها خالص وفعلا الشباب كانت هربت من القرية وفضلوا يدوروا على مكان يعبودوا فيه ربنا بعيد عن الملك وظلمه ربنا علهم الشباب بكهف كبير ليه فجوة واسعة من ناحية الشمال يعني ما فيه الشمس بتدخل جوه الكهف غير حاجة بسيطة جدا من اشعة الشمس والشباب دخلوا الكهف وكانوا تعبوا من المشوار فقرروا انهم يناموا مكانهم وهنا بقى كانت المعجزة ان ربنا جعل مجموعة الشباب يناموا لمدة 309 سنة وجعل اجسادهم تتقلب علشان الارض ما تكلهاش صحيوا الشباب وكانوا مفكرين انهم ناموا كتير بس الكتير بتاعهم ده اللي هو يوم او يوم وشوية ما عارفوش انهم ناموا 309 سنة والشباب كانوا جعانين جدا فبعتوا واحد منهم للقرية علشان يشتري لهم اكل بس كان معالعملات بتاعتوقتهم هم ولما الشب ده راح المدينة لقى شكل المدينة كلها متغير وشكل البيوت والشوارع وكل حاجة في القرية تغيرت والشاب كان في حالة زهول شديدة جدا واهل القرية خدوا بالهم من الشاب ده ولبسوا الغريب بالنسبة لهم والزهول اللي هو كان فيه وكمان شافوا العملات اللي معاه ولما عرفوا انه غريب من البلد بدلوا يسألوا انت مين او انت منين والشاب حكى لهم القصة كلها وفي الوقت ده القرية اصلا بيت بتعبد ربنا والملك بتاعها كان راجل صالح وكان بيدعو لعبادة ربنا والشاب راح لصحابه في الكهف وحكى لهم على كل حاجة ونزلوا كلهم للقرية والناس رحبت بيهم جدا والملك كمان رحب بيهم والمعجزة دي خلت اهل القرية يؤمنوا بربنا اكتر لانه كان اكبر اثبات على قدرة ربنا وقدرته على احياء الموتة بعدها بمدة بسيطة ربنا اخذ ارواح الشباب دول للابد لان الكل نفس اجل وبعدها اهل القرية راحوا للكهف اللي كان فيه الشباب وكانوا عايزين يعملوا فيه مقام او يخلوا الكهف معبد ودي كانت رحلتنا النهاردة يا رب بتكون عجبتكم وما تنسوش تدعمونا اشوفكم الحلقة الجاي